من ساحة معركة القتال إلى ساحة معركة أكثر خطرا وأشد كارثة على القارة الأوروبية عندما يتحول السلاح بفرض هيمنة الغاز الروسي على 13 دولة سيما مع قرار شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم قطع تدفق الغاز عبر ألمانيا لثلاثة أيام من أجل الصيانة وهذا التحليل بني على قناعة أوروبية بإثارة الشكوك في نوايا موسكو استخدام الغاز وسيلة ضغطا على موقف الغرب من حرب بوتين على أوكرانيا في تطور جديد إذن تزداد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل ما يرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة ومن شين زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400% منذ آب العام الماضي مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكريف على الشركات وأجبرت الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العباء خشية الظلام الدامس كذلك والذي لم يعتد عليه الشعب الأوروبي المرفه بأفضل إمكانات الكهرباء والطاقة واعتماد الصناعة والاقتصاد بالصحة لديهم على الطاقة أما الوفرة التي يتحدث عنها أوروبيون بتصريحات تفيد بامتلاء خزنات الوقود الاحتياطية إلا أنها لن تدوم طويلا في ظل انقطاعات الغاز المتكررة بحجة الصيانة لأنابيبي غاز برومة إنعكاس هز العالم أجمع بما فيه من دول تعتمد على الاستراد من أوروبا والحال كذلك تنطبق على تضخم مخيف لإدارات الدول الأوروبية التي بدأت تعاني من ظروف اقتصادية نتيجة معركة الطاقة التي تزاملت كذلك مع التغير المناخي ما يرجح عواصف في السوق العالمي لن يكون علاجها سهلا في المستقبل القريب تريد لتعلق بانا